اشتركوا في القناة والتي تخلى لها الجولة الأولى كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في الشرق الأوسط والتي نظمها الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة في الفترة من الرابع عشر وحتى السادس عشر من مارس الجاري وذلك على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد الفروسية بالرفة وشهد حفل الختام حضور سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة ووزير الإعلام سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي ومدير عامي جمعية الإمارات للخيول العربية سعادة محمد أحمد الحربي وممثلين عن الشركات الرعية وعدد من المدعوين وممثلين عن الإستبلات والمرابط والملاك وجماهير من محبي وعشاق رياضة جمال الخيل العربية وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن ما تحظى به رياضة جمال الخيل العربية في مملكة البحرين من رعاية ودعم من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ساهم في المحافظة على هذا الموروث الوطني الأصيل وإثراء رياضة الفروسية البحرينية ودفعها نحو التحفيز والمواصلة في الارتقاء بهذه الرياضة المتأصلة في تاريخ وتراث البحرين العريق وأشاد سموه بالاهتمام البالغ الذي يليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بهذه الرياضة مؤكدا أن رعاية سموه لبطولة البحرين للإنتاج المحلي منحت البطولة حافزا كبيرا لتحقيق النجاح مشيرا سموه إلى أن هذه الرعاية دفعت المشاركين نحو الظهور بمستويات متميزة والذي انعكس بدرجة كبيرة على إبراز هذا الحدث الذي يشكل واحدا من الأحداث الرياضية التي تعزز من مكانة الخيل العربية الأصيلة ونوه سمو الشيخ فيصل بن راشد بما يبدله الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة من جهود حثيثة للمحافظة على رياضة جمال الخيل العربية عبر تنظيم الفعاليات والبطولات التي تعنى بدعم التراث البحريني العريق في مجال الفروسية موضحا سموه أن تلك الجهود لها مردود إيجابي في دعم وتعزيز المكان المرموقة التي تحتلها مملكة البحرين على خارطة رياضة الفروسية العالمية وقال سموه أن رياضة جمال الخيل لها قاعدة كبيرة من محبي وعشاق رياضة الفروسية والخيل العربية لما لها من طابع خاص تجمع بين الجمال وتناسق جسمي وقوامي الخيل العربية بالإضافة إلى ما يمتاز به الخيل العربي من مواصفات قوة وأصالة وعراقة وهذا بكل تأكيد يضفي جمالا وتميزا على منافسات البطولة علاوة على أنها تمثل جزءا من الموروث الوطني الأصيل الذي يعد محل فخر واعتزاز للجميع وقد أشهد سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة بالمستويات الفنية الكبيرة التي قدمها المشاركون في هذه البطولة مهنيا سموه والفائزين بالمراكز الأولى متمنيا حظا أوفرا لبقية المشاركين في البطولات القادمة مقدرا سموه جهود اللجنة المنظمة في الإعداد والتحضير لإقامة هذا الحدث وإخراجه في أبها حل هذا وقد حرص سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة يرافقه سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة على القيام بجولة في موقع الحدث كما توج سموه الأبطال الحاصلين على المراكز الأولى وفي ختام المنافسات تسلم سمونا إبراع الحفل هدية تذكارية من مدير عام الجمعية الإماراتية للخيول العربية سعادة محمد أحمد الحربي ترجمة نانسي قنقر